هاي اصحابي ازيكم عاملين ايه يارب تكونوا بخير ايه وحشتوني كتير اتأخرت عليكم في الفيديو بتاع ايه هاتشوكليت بومز بس جايب اهولكم بقى يلا بينا مع بعض ايه احلى طريقة واسهل طريقة بازن ربنا هتتعلموها معايا وعندي افكار حلوة لو مش عندكم القلب السيليكون عشان تعملوا بيه التشوكليت بومز دي تقدروا تعملوها بكذا طريقة تانية اه افكار حلوة ومنظر زي ما انت شايفين كده في الفيديو اه مبهجة بصراحة لما تحطيها كده في القب او اه المج بقى وتنزلي عليها اللبن السخن كده حاجة في منتهي الجمال بقى ما تنسونيش تعملوا لايك سبسكرايب لو لسا مشتركتوش معنا في القناة واسبولي كومنت وقولولي رأيكم في الوصفة وكل اللي جرب مني الهاتش اخلق بومز يكتب لي في الكومنتات برضو عشان يقول للناس ان هي طعمها حلوة وعجباتهم اوي يلا بينا مع بعض اه نشوف الحاجات الحلوة دي هنعملها ازاي اول حاجة معنا بنجيب نوع شوكولاتة تكون اه اه فيها كمية الكاكاو كتير بنختار نوع الكاكاو حلو قوي ده كاكاو الميني دوتش اه ده القلب السليكون انا جايبة قلب اه حجم الكاور بتاعتها يبقى متوسطة اصغلنا عن اللي بتشوفوها في فيديوهات كتير فاحنا بنعمل الشوكولاتة بنسياحة في المايكرو ويف اه نبتدي ونحط اه معاها اه نحطها في القلب السليكون ونبتدي نمشيها على الحواف كلها وبعد كده اه ممكن تسيبوها لحد ما تمسك يفضل تقليبوس سليكون عشان تنزلوا اي شوكولاتة زي ده وبعد كده تدخلوها الفريزر دقيقة مثلا او الطلاجة خمس دقايق بعد كده تطلعوها وتبتدوا تحاولوا تطلعوا الشوكولاتة منها اللي هنحطه من جوه بقى نبتدي نعمل الكاكاو لما اه يعتبر اه خام فهنحط شوية سكر معاه اه وتبتدوا بقى تحطوا مارشميلو اه اه في الجول الشوكولاتة زيت نفسها تحطوا الكاكاو تحطوا معلقة كبيرة مسلا معلقتين على حسب حجم القلب الشوكولاتة هيكون معاكم ايه وتحطوا بقى الشوكولاتة سايحة تانية تحطوها على حواف الدايرة عشان تعرفوا تقفلوا الدايرة فوق بعض بعد ما تكونوا حطيتوا الكاكاو والمارشميلو لو عايزين تحطوا اه نعناع زي الكاندي كيندي او اه تزودوا بقى الدلع زي ما انا عملت كده حطيت مرة شوكولاتة فريرو مرة تانية حطيت اه نوتيلا اه تقدروا بقى تلعبوا في الحاجات اللي بتتحطوا جوه الشوكولاتة وبعد كده تحطوا الشوكولاتة السايحة على الحواف وتقلبوا عليها القلب التاني او في الفكرة التانية زي ما وردتكم برضو اه الطبق اللي بتسخنوا طبق في المايكروويف وتتمشوا الشوكولاتة عليه عشان تساوي الحواف بتاعتها وتقفلوها به. اه الفكرة بقى التانية لو مش عندكم اه القلب السيليكون دي سهلة جدا انا جبت الا والب الكوب كيك الورق وحطيت فيها الشوكولاتة وطبعا بنفضي اي شوكولاتة زيادة ودخلتها التلاجة برضو او الفريزر خمس دقايق وبعد كده هبتدي اقطعها اه اشيلها من عليها فبحذر قوي وانتو بتطلعوها عشان بتتممكن دي بسهولة تتكسر بس الحلوة خالص بصراحة دي كانت اول تجربة للموضوع يعني. يعني الواحد لو جربها كزا مرة فكزا واحدة هتبقى سهلة وهتختلف. اه طبعا اه الاحجام بتاعت قلب الشوكولاتة ده القلب الكوب كيك كتيرة فتقدروا اه فيه صغير فيه كبير فده كبير. تقدروا تحطوا كمية يعني على حسب فدي طلعة كانها هات شكلة بوم كبيرة بقى. طبعا هي مش شكل هات شكل البومز قوي يعني الكورة بس كفكرة ان ما عندي الكيش القلب السيليكون تقدر يتستخدمي دي. وكفكرة تانية برضو. اه هتلاقوها انا عملاها مع شوكولاتة البيضة بقى دي هنا طريقة للتزيين. اه البيضة دي دي شوكولاتة ان كريم. اه اوريو. اوريو شوكولاتة ان كريم. سو اه عشان كده تلاقوها تخينة شوي. وانا زينت هنا بشوكولاتة صيحة. اه شوكولاتة عادية ملك شوكولاتة شوكولاتة لبن. دي الفكرة التانية بقى جبت شوكولاتة كيندر. وطلعت الشوكولاتة منها وغسلت القلب بتاع الشوكولاتة كويس. ونحط بقى شوكولاتة صيحة انا جبتلكو بالشوكولاتة البيضة. انا مسرعة الفيديوهات جمد عشان انتو بس اتاخدوا الفكرة. بس السهل جدا ان انتو اتاخدوا بالكم من الفيديو يعني. وهي نشيل بقى من القلب. والشوكولاتة كيندر بالراحة كده وانتو بتطلعوها. اه وزقوها كده وبتتزحلق يعني وتطلع. اه عمتا. وانتو بتعملو سواء في القلب او. بالكيندر او بالا او بالا والب الورق بتاعة الكابكيك. لو مقدرتوش تطلعوها اه من اول مرة ممكن تحطوا طبقتين من الشوكولاتة يعني. بتحطوا طبقة شوكولاتة صيحة وتدخلوها التلاكة خمس دقيق تجمد. وتجد تحطوا طبقة تانية. لو لقيتوها وانتو بتشيلوها بتتكسر معكم. فده هيخلي الموضوع آآ سهل ان انتو آآ انها ما تتكسرش وتطلع معاكو كويس يعني طبقتين شوكولاتة صحيحة وبعدين بقى بنحط من جوة تاني الكاكاو والسكر واي اضافات آآ تحبوها سواء آآ ممكن تجربوا بالآآ تحطوا معلقة نسكافيه او قهوة تحطوا آآ النوتيلة زي ما انا حطيت او فوريرو او الكاندي كان آآ الاضافات آآ براحتكو بقى زي ما انتو تحب وممكن تحطوا شوية سبرينكلز اللي بنحطها على الكيك والحاجات زي كده انا محطتش يعني في المرة دي بعد كده بنقفلهم سواء بالان ان انت تسخني طبق في المالكرويف وتحطي عليه وتقفليها به او آآ ممكن طاصة برضو على النار دقيقة كده ولا دقيقتين آآ الطبق ممكن تسخنوا بمية سخنة على فكرة يا يا جماعة لان الاطباق الصيني دي بتستحمل يعني وتنشفوه تعملو بنفس الحركة بعدين بقى آآ تزينوها بالشوكولاتة سايحة تانية بقى على الوش كده وطريقة التقديم بقى مفيش اجمل من كده بنحط الشوكولاتة آآ جوة المج وانا جربت لكم شوكولاتة آآ آآ اللي حبيت اواريكو آآ في المج الكبير حطيت واحد واحدة من اللي هي بتاعت آآ طالعة من الكابكيك وفي الكبال الازاز حطيت من الزغيرين اللي هي من القلب السيليكون ومفيش احلى من كده بقى منظر بقى حاجة دلع كده تسخاني اللبن بتحطيه في بتاع العلبة بتاع بتاع تقديم اللبن بقى واحلى شو توريه للناس بقى وانتي ايه بتصبي اللبن السخني كده وهي تسيح وتقوم مفتوحة ويطلع منها بقى المارشميلو كده على الوش ويس وينور الكوبية كده بالحاجات الحلوة اللي فيه بجد مبهجة وحلوة قوي تعجب الاولاد جدا ويحبوها خالص بصراحة مش الاولاد بس يعني كلنا بنحبها بصراحة حلوة قوي هي مبهجة ان الواحد آآ يعملها ويتبسط بيها آآ آآ تاخد وقت سنة آآ لو بالقلب السيليكون مجهدة لتل بدي يعني مجهدة شوية آآ في آآ بالكوب كيك آآ الورق الكوب كيك آآ سهلة شوية عشان في الاخر بنقطع للورقة ممكن تعملوها بالكوب كيك السيليكون لان اكيد ده موجود عندكم بس هو مش عندي يعني بس اكيد سهل تجيبوه يعني عن القلب السيليكون بتاع الكوب كيك دي آآ الفكرة حلوة ولزيزة والشو جميل يعني كده سبيشالي بقى لو انت عندكم آآ عزومة اصحابك آآ مع بعض آآ في عزومة واهل الاهل مع بعض موجودين والشتة بقى بيحب الهوت شاكلت واحلى دلع بقى وبسطه نفسك يعني وكل سنة وانتو طيبين ويا رب الايام تقعد علينا بالخير وتبقى سنة احلى من السنة اللي فاتت آآ وتبقى ايام جميلة وآآ احلى هوت شاكلت بامز آآ يارب تعجبكو ما تنسوش تكتبولي في الكومنتات وتقبلوا رقيقو وعملولي لايت للفيديو واستنوا معانا افكار تانية وحاجات تانية كتير آآ في الفيديوهات الجاية باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة